اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الباب للتواصل معكم عزائي المستمعين وطرح مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أتواصل فيها معكم محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا الأستاذ المبدع دائما نمر محمد عبده وأيضا كذلك في التنسيق معنا لأخة أشواء من سعد اليوم حلقتنا منخصصة لموضوع مهم جدا موضوع يعني وايد ناس تكلموا فيه ووعدناكم البارح أن نحن نطرح هذا الموضوع فعقب الفاصل إن شاء الله ما نفتح موضوع التأمين الصحي ما نستقبل اتصالاتكم من خلال الأرقام 600-55-14-14 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 400-6-7 ولا 6 400-6 إذن قبل ندخل في تفاصيل حلقتنا اليوم يا جماعة الخير الصيف يعني بدأ والحرارة بدت في دراسة تقول نوافذ السيارات لا تحمي من أشعة الشمس حذرت مديرة مركز العيون في جامعة ولاية لويزيانا جيني ويس من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية التي تلج عبر النوافذ الجانبية للسيارات وقالت دراسة جديدة إن نوافذ السيارات لا تحمي من التعرض لأشعة الشمس الضارة لذا قد تكون فكرة جيدة بالنسبة لقائدي السيارات أن يرتدوا النظارات الشمسية ويضعوا كريمات الوقاية من الأشعة بالنفسجية من النوع ألف والنوع ب ويعني توفر نوافذ أبواب السيارة مستويات مختلفة من الحماية من الأشعة التي ترتبط بإعتام عدسة العين وشيخوخة الجلد قال الباحث الدكتور بريان بوكسر واتشلر من معهد بوكسر واتشلر في جين في كاليفورنيا بعض السيارات لا تحجب سوى خمسين بالمئة من أشعة الشمس وأضاف حتى بالنسبة للسيارات التي تنتج بزجاج معتم ليس هناك ما يضمن أنه يحمي من أشعة فوق البنفسجية أو من الأشعة الفوق البنفسجية وتمثل هذه الأشعة نسبة ضئيلة من أشعة الشمس لكنها الأكثر تدميرا لجلد الإنسان وتقول المؤسسة الأمريكية لسرطان الجلد أن النوع ألف من الأشعة فوق البنفسجية هو الأكثر شيوعا واختراقا للجسم ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تخترق السحب والزجاج وفي المتوسط وفر الزجاج الأمامي للسيارة درجة حماية بنحو 96% من أشعة فوق البنفسجية من النوع الأنواع التي ذكرناها شاهد أحيانا تصدقون داخل واحد من المولات من تقريبا سبوع والله وأنا داخل يعني ما بين الدخول هذا أنك أنت ما بين الظلة وما بين الشمس وما أدري كيف مصممين لهذا وتلف على اليمين عشان تدخل الباركينج اعتميت ما شفت يعني لمدة الثانية يمكن ما شفت الواحد يحاسب يعني أثناء القيادة لأن بالفعل الحرارة عالية جدا مثل ما قلتكم مستمعينا بدت المسجات إن شاء الله تينا اللي عنده أي استفسار على التأمين الصحي ممكن أنه يطرش لنا على 4006 واللي يبغي يشارك معنا أيضا أتمنى أشواء تاخذين أرقامهم ونتصل فيهم على طول بعد الفاصل قبل فترة طلعنا بعدد كبير من التصريحات في هذا المجال لأن بعد تطبيق المرحلتين الأولى تأمين موظفي الشركات اللي يزيد عدد موظفينا على الألف موظف في نهاية عام 2014 والمرحلة الثانية الخاصة بالشركات اللي يزيد عدد موظفينا على أمية موظفي يوليو 2015 تستعد هيئة صاحب دبي للانتهاء من كافة من تطبيق كافة مراحل قانون ضمان الصحف الإمارة مع نهاية شهر يونيو المقبل بعد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالشركات التي يقل عدد موظفية عن المئة موظف وأفراد أسرة المقيم والفئات المساعدة هنا صار في لبس عند الناس كان يجب علينا أن نوضح هذا اللبس اللي صار بيحكم أن الواحد من يسمع أنه فيه غرامات خلاص يصير عند بانك يعني مثل مثل خوف أعطنا المتصل بعد الفاصل لأخذه خلاص مم مشكلة إذن أرقام التواصل معنا 600 55 14 14 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006 وأيضا الآن انضم لي في الستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في دبي دكتور أمس نوهت هيئة الصحة في دبي إلى عدم صحة الخبر اللي تم تداوله بخصوص بدء الغرامات بتاريخ 36 على الأفراد الذين لا يوفرون التيمين الصحي لفئة عمالة المنازل أيضا الهيئة البارحة في سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي في تويتر أوضحت أن يتوجب على الكفلاء توفير التيمين الصحي لهذه من هذا التاريخ كما أعلنت أن منذ اعتماد قانون الضمان الصحي في شهر نوفمبر 2013 إلا أن لدى الأفراد مهلة لتصحيح أوضاع مكفوليهم اليوم نحن نفتح المجال في هذا الموضوع من نتكلم عن هذا الموضوع من نتكلم عن الرسائل اللي بدت تتداول في هذا المجال وأيضا في رسائل كثيرة تدخل في المواضيع الخاصة بالتأمين يا ترى ما الذي يشمل ما الذي يحوي فقبل لنطلع الفاصل خلنا نأخذ بس المقدمة شو اللي صار دكتور طبعا مثل ما تفضلت بعد اعتماد صاحب اسمه الشيخ محمد براش المكتوم لقانون ضمان الصحي في إمارة دبي في نوفمبر 2013 أعلنت الهيئة الإطار الزمني لتطبيق القانون مثل ما ذكرت وفعلا كانت المرحلة الأولى نهاية 2014 والمرحلة الثانية منتصف 2015 والمرحلة الأخيرة هي منتصف 2016 تم تقسيم الفئات إلى طبعا ثلاث فئات رئيسية كانت الفئة الأولى هي الشركات الكبيرة الفئة الثانية الشركات المتوسطة اللي يزيد عدد موظفيها عن إمية موظف والمرحلة الثالثة كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة وأفراد أسرة المقيم وكذلك عمالة المنازل الالتزام القانوني على المستفيدين في هذه المرحلة هو الحصول على التأمين الصحي قبل 30 يونيو 2016 وفي الكثير من شركات التأمين اللي توفر الباقات المتوافقة مع القانون من ضمن الشركات تسع شركات متخصصة في باقة فئة العمالة أو فئة الأشخاص اللي قل راتبهم عن 4000 درهم شهريا التسع شركات هاي سواء أونلاين من خلال مراكز البيع من خلال الكول سنتر للشركات هاي تأخذ أورادي المكالمات وتأمن الأفراد طبعا يمكن ما نقل خطأ أن الغرامات رح تبدأ على الأفراد مباشرة وهذا كان غير صحيح بالنسبة للأفراد طبعا عارفين احنا فيه عدد كبير من الأفراد محتاجين إلى الباقات هاي على الرغم من أن الإعلان كان واضح بالنسبة لانتهاء المراحل إلا أن الهيئة تركت بعض المجال للأفراد لتصحيح أوضاع المكفولين لديهم حتى نهاية العام من ناحية البدء في الغرامات لكن هذا ما ينفي ولا يمنع الالتزام القانوني على أصحاب العمل على الكفلاء على رب الأسرة أنه يوفر التأمين الصحي للمكفولين لديهم لأنه مثل ما نعرف هاي حماية كذلك لرب الأسرة للكفيل مثل ما هي حماية للعامل البسيط مثل ما هي حماية للمكفول احنا بشكل يومي بشكل شبه يومي نشوف الحالات هاي تينا مواطن كان عنده مثلا خادمة كان عنده عامل وفجأة دخل للمستشفى في عملية طارئة ومحتاج أن يدفع 50 ألف درهم الحين ولا العامل هذا بيموت وينحط المواطن أو ينحط الكفيل في موقف صعب جدا جدا كان ممكن أنه يطلع منه في حالة أنه مثلا نشترى التأمين البسيط هذا اللي يبدأ من حوالي 550 درهم للعامل فالحماية مش فقط للعامل البسيط وإنما الحماية كذلك لصاحب العمل وللكفيل فيه التزام بالقانون يمكن نرجع بالذاكرة إلى يوم قانون التأمين الألزامي للسيارات ووقتها كان فيه كذلك الناس في البداية كانوا بنتخوف طبعا لأنه شيء يديد بالنسبة لهم إلا أنه اليوم ما حد يفكر في تأمين السيارات وأصبح هذا شيء بديهي بالنسبة لجميع أفراد المجتمع جميل دكتور نحن نتواصل معك في عندنا مداخلات كثيرة وعندنا أيضا أسئلة كثيرة من قبل الجمهور حول هذا الموضوع لكن خلنا نطلع فاصل قصير ومن ثم مستمعين سوف نتواصل معكم وأيضا مناخذ أسئلتكم على وجه الخصوص يعني أنا في الحلقة اليوم أنا مبحث محاور أنا مخلنكم أنتو اللي عندكم أي استفسار واللي عنده أي سؤال يبغي تواصل مع الدكتور هذا الدكتور موجود اتصلوا بطرشون المسيجات وخبرونا شو اللي تبغونه حاضرين فاصلوا ومن واصل معكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المميزة عموما نحن قبل الفاصل يعني رحبنا بالدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي وأيضا دكتور قبل ندخل في تفاصيل الأسئلة الموجودة على الاسم خلنا ناخذ مجموعة مداخلات وراء بعض ونحاول نرد على استفسارات الجمهور بما أني أنا وعدت أن هذه الحلقة ما عندي محاور مجرد أن نتواصل ما بين هيئة الصحة في موضوع التأمين مع الجمهور فناخذ أول مكالمة ألو 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 مرحبا طارق تفضل مرحبتين حالكم الله يحف نحن مع التوجه الحكومي والتوعية بصوص التأمين وعلى لكن أنا بطرح سؤال المجتمع دولة الإمارات يواجه معضلة قروب الخدم وهاي يعني ظاهرة يعني مستفحلة منذ سنوات أحين يعني نحن زياد ما نحن نتكبد الخسائر مع مكاتب الخدم أحين أنا شو بي ضمنني هاي الخادمة وفي المنزين المساندة راح تضل معاي وأنا راح أعملها تأمين أنا عملت تأمين وثاني يوم عفوا بعد خل نقول ضمان هاي ثلاثة شهور مع المكاتب هروب الخدم جميل يعني أنا راح أخسر أكثر يعني ليش ما تم عمل يعني دراسة وهذا بعد ما يصدر يعني تشريع أو قانون واضح يعني هذا واضح يا طارق يعني يحميني يحميني هذا هاي بداية وإن شاء الله راح نسمع مداخرات كثيرة ممتاز ورح نستفيد إن شاء الله ممتاز زياد الله خير يا طارق ناخذ مكالمة مع نوع عندنا مختار تفضل مختار سلام عليكم يا هلا تفضل زي السحابة شكرا الله يحفظك تفضل والله جلوقتي احنا أنا رد 2000 درغم بجيب علاك في الشهر للسكر بـ 250 درغم بل لو قلنا لو خدتم خلفه 600 درغم يبقى راتب نصر راح احنا ما عندنا سأمين في الشركة فإيه الحل برغم الشركة وين في دبي ولا وين في دبي في دبي أستاذك رغم من أنا هقول لك سألتك حاجة يعني ملحوظ تغيرها تفضل عيادة بتاع الحيوانات بتروحها بيعملولك أحلى واجب يعني حاجة ما تتوسطش طيب مختار عندي ضغط مكالمات أنا واضح الإنسان مش عارف أنا إيه يعني لقى السكر بجيبه بيمتيله 50 درغم ممتاز مختار واضح أوكي واضح سؤال سؤال الدكتور أي أنا ما عندي تنميل في الرجل في السكر في الحل طيب شكرا يا مختار آآ منوه عندنا بعد ألو جمعة تفضل جمعة سلام عليكم يا هلا يا هلا أيزاكم ما شاء عن تأمين الصحي أي عندي أنا عامل عندي خدامة بالبيت أوكي عامل عندي بالعزبة طبعا والعامل عندي بدنتي تأشير بيستي تقريبا في شهر أول سبعة أول سبعة ممتاز واضح شهر تسعة الخدامة واضح واضح ناخذ محمود تفضل يا محمود سمي يا هلا تفضل صباح النور صباح النور تفضل يا هلا يا هلا الله يحييك دكتور أنا عندك استفتار إذا أنا موظف شركة عندي تأمين أنا ما عايب من الكاتيجور اللي اللي معطلني الشركة مثلا أقدر قدم على تأمين من شركة ثانية بكاتيجوري أفضل على أساس أن يكونوا معايا أثنين أو أسقط أحد منهم يعني مثلا واضح شكرا يا محمود شكرا يا سيدي شكرا نوقف ناخذ الأجوبة بس نذكر بالأرقام دكتور قبل الرد أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة دكتور أول استفساريانا من طارق كان يتحدث عن هروب الخدم قضية هروب الخدم أنا بصراحة عيبني جدا تعليق الأخ طارق لأنه سأل السؤال الصحيح السؤال اللي سأله شو يحميني شو اليوم يحمي طارق إذا الخدامة لا سمح الله تعبد فجأة ودخلت العناية المركزة وصارت فاتورة خمسين ستين سبعين ألف درهم يعني هو حين يمكن يدفع عشر خمسة عشر ألف درهم لمكتب الخدم عسبي بالخدامة ويدفع على راتب شهري حوالي ألف وخمسمائة درهم الخمسمائة درهم هاي تحمي طارق وتحمي الاستثمار اللي حطه طارق في الخدامة هاي سواء من ناحية المبالغ أو من ناحية الوقت اللي قضيت مع عائلته الخدامة هاي بتكون كذلك مرتاحة لأنه عندها تأمين صحي عارفة إنها محمية عارفة إذا لا سمح الله احتاجت للعلاج العلاج هذا متوفر طارق نفسه محمي كذلك عارفة الحين اللي لا سمح الله لو الخدامة فجأة تعبت كان عندنا أحد الإخوان موظف في بلدية دبي النفس تعب عندها شوية دخلوها في العناية المركزة تم ثلاث سابيع في العناية المركزة وطلعت بفاتورة ثمانين ألف درهم شو يسوي الأخ هذا لو كان شاري باقة التأمين هاي بخمسمائة وخمسين ولا ستمائة درهم كان وفر الثمانين ألف درهم اللي دفعها فالهدف من الباقة الأساسية حماية الكفيل نفسه كان في حالة أخرى هاي الحالة طبعا نشوفها بشكل يومي ما نتطرق لهذا طبعا عشان نرد على الأسرة فبالنسبة لحالة الهرب طبعا شركة التأمين بجرد إلغاء الفيزا يترجع باجي المبلغ للكفيل فيمكن مكتب الخدب إذا هربت بعد ثلاثة شهور ما يرد له شيء لكن شركة التأمين حتى لو هربت بعد مثلا 11 شهر وباجي لشهر واحد في التأمين شركة التأمين ملزمة قانونا أنها ترد المبلغ هذا عليه جميل جدا هذه مناخ تفاصيلها أكثر مختار دكتور كان يتحدث أن يقول راجي الباقة هذه صممت لأجل مختار لأن اليوم مختار التزام صاحب العمل عليه أنه هو اللي يوفر للتأمين وهو هذا المئتين وخمسين درهم اللي يدفعها على دواء السكر التأمين لازم هو اللي يوفر ليها مش مختار يدفعها من جيبة فلما صاحب العمل بيوفر لمختار التأمين الصحي وحسب الالتزام القانوني هذا التزام القانوني صاحب العمل يجب نعم يتخالف وبالتالي يجب على صاحب العمل أن يوفر التأمين مختار وين ممكن يتواصل معاكم دكتور أنه يبلغ على موضوع صاحب العمل أنه ما وفر في الموقع الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي في إمارة تدبي مجرد يحط الكلمة هاي على جوجل بيطلع على الموقع أو يحط بالإنجليزي I promise I P R O M E S بيظهر على طول موقع هاي مجرد يتواصل معانا ويبلغنا وإحنا عنا النظام الإلكتروني نعرف منه أصحاب العمل اللي موفرين التأمين ومنه أصحاب العمل اللي ما وفروا التأمين وبالتالي الباقة هاي لحماية كذلك مختار جميل وأيضا هناك التعاون موجود أنه مجرد أنه يجدد الفيزا ولا كذا هذه ما بين الإدارة بالتأكيد في ربط مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب من ناحية تجديد الفيزا لتوافر تأكد من توافر التأمين الصحي جميل قبل أخذ مكالمة بس عندي جمعة ومحمود دكتور باختصار يمع كان يقول عنده عامل وخدامة العامل واحد سبع بيخلص تخلص فيسته والخدامة عندها تأمين عنده شسمة لشهر تسعة طبعا الحين في مرحلة السماح اللي هي مرحلة الأشهر الستة القادمة إلى نهاية العام إذا الشخص عنده عامل فلنفرض باجي له شهر باجي له شهرين باجي له ثلاثة شهر هنا الاختيار في الحماية للشخص هو ممكن يختار أن يشتريه للتأمين ويحمي نفسه لا سمح الله حتى لو في خلال الشهر أو الشهرين هاي لحصلت حاجة فبالتأكيد هو محميلها وبمجرد ما العامل تنتهي فيسته يقدر يسترجع المبلغ من شركة التأمين أو أنه يحول الباقة إلى الخادمة الجديدة أو العامل الجديد اللي يبيب داله أو إذا جدد له وأغلب الحالة طبعا يتم التجديد بالنسبة للعامل أنه يكمل معاه فبالتالي الباقة بتكون سارية لكنه إذا عنده مثلا في واحد سبع يعني باجي لأقل من مثلا نقول شهر أو شيء في الحالة إذا اختار أنه ما يوفر للتأمين فهو ما رح يكون محاسب بالغرامات لكن العامل هذا إذا مرض ودش المستشفى فهو محاسب فهون يخطينا بضغط لازم يعالته محمود قال عندي تأمين من الشركة ما عيبني أبغي باقة ثانية هل أقدر أحصل بطاقتين؟ طبعا في كثير من الحالات خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة صاحب العمل يوفر الباقة الأساسية في كثير من الشركات الأكبر أصحاب العمل يوفرون باقات أكثر يسمونها الـ enhanced package أو الباقات المضافة اللي فيها كثير من المنافع الإضافية إذا كان صاحب العمل موفر فقط باقة أساسية للشخص الشخص يقدر يختار أن يشتري باقة أخرى ويتنازل عن الباقة الأساسية أو في بعض شركات التأمين تعمل الشيء اللي نسميه top up package يعني يغطي لباقة تغطي لفقط المزايا الإضافية فلنفرضه محتاج علاج الأسنان محتاج علاج خارج الدولة محتاج مثلا شيء معين فالأشياء اللي مش مغطى في الباقة الأساسية تغطى في باقة إضافية هو يدفع تكلفته من اختياره قبل أن أطلع فاصل نأخذ عبد الرحمن ألو يا هلا عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن اختصري عشان أطلع الفاصل بس تفضل يا سيدي يا مرحبا الله يحفظكم يا بارك فيكم الغالي لنا بالنسبة الثانية أنا عندي لينة ثانوية ونقية إن شاء الله نسافر للبلد واحتمال جامعتنا في البلد يعني وحنسافر بعض الأيين فهل إنه يطلع شهر ستة بدون ما يكون عنده ثامين فيه تبعات الغالي الثاني أنا موظف لحكومة وعندي أخفضها يا لكم ستة ثلاثة مشمولين الثلاثة أقدر مثلا بسعر مقبول أخلي تأمينهم بنسبة دي يعني بحيث يكون قيمة تأمين بمستوى تأمين دي يعني مناسب السعر يكون وفي أخير بعض دواهر الحكومة الثامين مشمول فيه كل الأولاد حتى لو تجاوزوا ثلاث وبعضها ثلاث فقط يعني هل هذه أفضلية من داخل الدائرة أم واضح شكرا لكم جزيلا نمر نأجل اسماعيل بعد الفاصل سامحني وبس باخذ بس الأسئلة على السريع بالنسبة للمسيجات شو رايك بعد الفاصل زين دكتور باختصار جاوب لي على عبد الرحمن عشان نبتدي بعد الفاصل صفحة يديدة طبعا بنسبة لموظفين الحكومة كثير من البرامج الحكومية توفر تأمين فقط لثلاثة من الأطفال لكن الباقات المنافسة هاي متوفرة ممكن رب الأسرة يشتريها لباجي الأطفال أو للأولاد اللي زاد عمرهم عن 21 سنة كذلك شركات التأمين توفر الباقات هاي ابتداء من حوالي 650 درهم للشخص في السنة وبالتالي يقدر يغطي كذلك أفراد سرته يعني القرار في النهاية لصاحب العمل هو صاحب العمل يقرر إذا هو كان حاب يجذب الموظفين ويوفر التأمين للموظف وعائلته سواء ثلاثة أو أكثر الحكومة في هاي المنطقة هاي دورها كصاحب عمل يعني بعض المؤسسات الحكومية ممكن توفر باقات مختلفة يعني في النهاية ترجع إلى رغبة في جذب الموظفين والابقاءهم طبعا وسعادة الموظفين الموجودين عنده جميل دكتور ما نطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله ما استقبل للتصالات اليهاية وأيضا المسجات اللي يأتنا بعد كذلك ما رد عليها على السرية أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي خصصناه في حلقة اليوم للرد على مختلف الاستفسارات الخاصة بالتأمين الصحي وأيضا معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير دارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي فأهلا ومرحبا بكم نمر قبل أن ناخذ المكالمات خلنا ناخذ الرسالة النصية على السريع دكتور بطلب الإجابات باختصار أول شيء بغيت أعرف مراكز بطاقة التأمين للخدم هذه نخليها آخر الحلقة أم لا الحين يعني عن الموقع الإلكتروني لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اسعاد isahd.ae مجرد ما تدخل على الموقع فيه تاب اسمه كيفية الحصول على التأمين الصحي تضغط التاب هذا تطلع لك الشركات المشاركة في الباقة الأساسية لسنة 2016 يبين تسع شركات تأمين بيانات كلها الموقع الإلكتروني أرقام التليفونات كثير من الشركات هاي من خلال الموقع ممكن أفراد يشترون الباقات في كثير من الشركات عندها ستاندات اليوم في الجمعيات وفي المولز وإحنا إن شاء الله كهيئة الصحة من أسبوع الياي راح نبدأ رودشو راح نكون متواجدين في جميع المؤسسات الحكومية الكبيرة بتكون متواجدين في كثير من المرافق العامة مع فرق شركات التأمين هاي وبيكون معها ممثلين من شركات التأمين on the spot يعني مجرد مباشرة يقدر يخلص الإجراءات يخلص الإجراءات ونتكلم عن الأوراق الثبوتي اللي يحتاجونها بعد كذلك بعدين أخوي الفاضل أنا عندي الخادمة يديدة بسوي لها فحص الطبي للإقامة يوم الأحد إن شاء الله أقدر أسوي لها تأمين أو أترى ليه ما أثبت الإقامة أم هند إحنا ننصح طبعا أن مجرد ما تطلع نتيجة الفحص الطبي وإنها تكون سليمة بعدين يشترون لها التأمين حزب لا سمح الله إذا كان الفحص نتيجة سيئة ما يضطر أن يرجع الباقة وكذا فيتطلع النتيجة وإشتري التأمين بشرة ويتوكل على الله إن شاء الله تعالى أخواني نحن المراتيين لا نمرض نعمل في الحكومة الاتحادية بدون تأمين أعتقد موضوع خارج نطاقة حلقتنا السلام عليكم لو سمحت كيف أسوي التأمين للخادمة شو الإجراءات طيب خلنا نتكلم عننا ديبتور الإجراءات ببساطة شديدة طبعا شركات التسعة اللي ذكرناها محتاج إلى صورة جواز الخادمة صورة هوية الخادمة كذلك صورة هوية الكفيل وصورة شخصية للخادمة ومع أي شركة من الشركاتها إذا عند الأوراق كاملة تتم الإجراءات بسلاسة يعني في متوسطها أقل من عشر دقايق تتم الإجراءات وبعدين عادة أن يبعثون لبطاقة تأمين خلال يومين أو ثلاثة بخدمة التوصيل حلل بشكار اللي باقي لها ثلاثة شهور تحتاج تأمين ما بتكون عليها غرامة دكتور ما عليها غرامة دكتور ما عليها غرامة بس من الأفضل أنك تتأمل الحماية للشخص والقرار للشخص بالتأكيد يعني بالعكسة نشوف قانون تأمين للفئات المساندة جدا مفيد ويعود بنفل المواطن والمقيم بمايد عندي شركة في دبي ومقيم في الشارقة فهل بأري يعني أعتقد أن يسر التأمين في الشارقة يقصد؟ نعم كثير من الباقات الأساسية وتوفر عيادات ومستشفات في جميع إمارات الدولة داما الشركة مرخصة في إمارة دبي وفيز العمال كلها صادرة من إمارة دبي بالتأكيد الشركة هيجب أن تكون كذلك ملتزمة بالتأمين الصحي لكن جميع باقات التأمين الصحي الأساسية تغطي جميع إمارات الدولة الحقيقة في الكثير من باقات التأمين الصحي الأساسية تغطي العامل في بلده كذلك يعني ممكن الموظف أو العامل في إجازته إذا كان محتاج عملية معينة ويبقى يروح يسويها بين أهل كذلك يغطى للعملية هاي مثلا أو العلاج هذا في بلده الأم السلام عليكم هل تأمين يشمل علاج الأسنان؟ الباقة الأساسية لا تشمل علاج الأسنان لكن في كثير من باقات التأمين الأخرى تشمل علاج الأسنان لكن كالتزام قانوني الباقة الأساسية فيها العلاج الضروري فقط وليس علاج الأسنان جميل دكتور كان في سؤال يقول آخر سؤال بأخذها على هذا ومناخذ مكالمات وراء بعض نود أن نعرف ما لنا وما علينا من خلال تأمين على الزيارات العائلية القصيرة وطويلة المدة لأن معظم شركات التأمين تتهرب من التزاماتها أعتقد سؤال الأخ جدا مهم هو طبعا عملية الوعي بأهمية التأمين الصحي بآليات التعامل مع التأمين الصحي بحقوق والتزامات المستفيد من التأمين الصحي مهمة نحن دائما من خلال برنامج الرائع هذا ومن خلال جميع وسائل التواصل سواء الاجتماعي أو المقروع أو المرئي دائما نحاول ننبه النقطة هاي مهم جدا أن الشخص يقرأ البوليصة يعرف التزاماته يعرف واجباته يعرف حقوقه ودائما الموقع الإلكتروني للهيئة مفتوح ومركز خدماته ومركز الاتصال بالهيئة مفتوح لأي حالة الشخص يعتقد فيها أن شركة التأمين ما وفرت لها الخدمات الموجودة في البوليصة يتواصل معانا وإن شاء الله تعالى على طول يتم تصحيح الموضوع طيب دكتور هذا بس شوية أنا عندي الإجابة بأسمع منك أنت السلام عليكم نحترف جميع قرارات الدولة ولكن ما نزلت القرار إلا قبل رمضان والعيد ما بالكم إلا عنده 12 و 15 عامل ومصاريف رمضان والعيد شكرا ولكن أعتقد الرد واضح هذا الكلام من 2013 نتكلم فيه 2013 القرار نازل ويعني لا سمح الله إذا واحد من 12 و 15 عامل مرض في رمضان ولا سمح الله المأساة تكون أكبر بكثير فهي نرجع لنقطة الحماية ونرجع لنقطة الوعي ويمكن على نقطة الوعي أخوة محمود تهين كثير كثير جدا من الطلبات أو الأسئلة من الإمارات الأخرى سواء مواطنين كفلاء غيره أننا نبقى نشتري الباقات هالهي الباقات هالهي متوفرة للجميع طبعا الباقات هالهي توفرها شركات التأمين اللي هي عاملة في الدولة ككل ومرخصة من هيئة التأمين والباقات هالهي ممكن يستفيد منها أي شخص الكثير الحقيقة من المواطنين على وجه الخصوص كانوا حابين يشترون الباقات هالهي لفئة العمالة وطبعا الباقات هالهي متوفرة لهم لوعيهم بأهمية التأمين وأهمية حماية رسومها دكتور كم الرسوم تقريبا تتراوح أسعار الباقات من 550 إلى 700 درهم دكتور ناخذ بس مجموعة اتصالات بعد كذلك من خلال نوقف شوي مساجات للتواصل معنا على رقم 600551414 أو عبر الرسالة النصية على رقم 4006 ما أدري أقول للأرقام بسرعة ولا شوي شوي لكن ردار ها وراي خلنا ناخذ هذه الوكالة بالدكتور ألو السلام عليكم كم السلامة تعرف عليك وعطنا السؤال خالد أسعد خالد فضلي أساس كريم أنا مهوم مقيم في دبي وطبعا نسع من الناس أنه بدل ضمان الصحي حق الزوجة والأطبار سألت أكثر من الشخص والناس بتقول أنه في غرامات أكبر من تاريخ 30 ستة حبيت المبارح أن نتابعكم على التويتر وكانت مقابلة مع ساعد دكتور مدير إدارة التومية الصحي وحبيت أني أشارككم وأسأل منكم أن أعرف الشيء صحي السأل السألنا نحن لا تسأل أي حثاري بالنسبة للزوجة الأطفال هل هو الزامي الضمان الصحي أم لا الزمان الصحي الزامي لجميع المقيمين في إمارة دبي اللي لديهم إقامة صادرة من إمارة دبي الالتزام القانوني على الأفراد وعلى عمالة المنازل وعلى موظفي شركات الصغيرة يبدأ من 30 ستة 2016 للحصول على التأمين الصحي لكن الغرامات بالنسبة للأفراد لم تفعل حاليا وراح يكون في فترة فترة سماح لتعديل الأوضاع إلى نهاية العام إلا أن الالتزام القانوني هو توفير التأمين والأخ العزيز يعني فيه الكثير من الباقات المنافسة اللي راح توفر الحماية للزوجة والأطفال إن شاء الله تعالى في حالة احتياجهم للعلاجة طيب دكتور ما ناخذ المكالمات وراء بعض على أساس أنه نعطي أكثر أكبر فرصة للمستمعين عبد العزيز تفضل السلام عليكم ممكن أسأل الدكتور سؤال بعد ذلك تفضل عبد العزيز أنا كفالتي على شركة خاصة هل الشركة تشمل عندي ولدين وزوجة هل يشمل أنا كفالة علي ولا على الشركة السؤال الثاني زوجتي تربي هل يشمل التأمين إذا سويته فرضاً على الشركة وأنا سويته يشمل لأنه تربي التأمين وإذا راجعت مثلاً ولد أي مستوصف كم أدفع أدفع عشرين نسوة بظبي ولا إذا سويت التأمين كيف أدخل على الشركات التسعة هذا يعني عرف هناني الموقع كيف أكتب يعني بالعربي ومو بإنجليزي كيف أدخل عرفني زي عبد العزيز هناك عطيتني تقريباً أربعة سلة خلنا نفتح المجال حق الشباب اللي هذا أبو محمد فضل السلام عليكم يا هلا أبو محمد فضل يا هلا تفضل أبو محمد اختصر لي بارك الله فيك لأنه في أنا حرمدي دولة بترى يعني حامل ثلاث سهار لها ثلاث شهور لتأمين من هالتأمينات المجموعة تسع شركات هل يجمل التأمين للحامل شكراً من عنا محمد تفضل محمد السلام عليكم يا هلا تفضل يا سيدي والله يا أخي أنا عندي أخي ابني معاف عمره 11 سنة فاهمش عارف ايه تأمين اللي يمشي معاه هو مؤمن عليه ما بروحش مدرسة هوا واضح شكراً محمد في عنا بعد مكانمة ولا عمر تفضل عمر السلام عليكم يا هلا تفضل وقيت أسأل يعني هو للتأمين أنا حم ما عرف يعني هيئة الصحة حاطة عمس في تويتر أنه ما في غرامات على أفراد ويقولون أجباري فما نعرف يعني شو اللي يعني نصف نتكلم يا عمر نحن بدأت الحلقة ونقول الله هديك ما نعيد مرة ثانية ما مشكلة ما نعيد مرة ثانية بارك الله فيك ما نعيد إزاك الله خير يا عمر ما نعيد باري للأهل مثلاً للأهل والموظفين ولا بس الموظفين من شوية بعد من شوية بس يلا ما نبتدي بالإجابة على عمر دكتور وما نرجع على الأسئلة إزاك الله خير عمر تفضل طبعاً قانون تأمين الصحي يلزم جميع المقيمين في إمارة دبيل الحصول على التأمين الصحي مسؤولية توفير التأمين على صاحب العمل بالدرجة الأولى يعني إذا الشخص موظف فصاحب الشركة صاحب العمل هو الملزم بتوفير التأمين الصحي للموظف في كثير من الحالات صاحب العمل كذلك يوفر التأمين الصحي لأفراد الأسرة إلا أن الالتزام القانوني على صاحب العمل فقط الموظف في حالة لم يوفر صاحب العمل التأمين لأفراد الأسرة فالالتزام على رب الأسرة نفسه اللي هو الموظف أنه يشتري التأمين لأفراد أسرته كذلك الكفيل بالنسبة للعمالة المنزلية هو المطالب بتوفير التأمين الصحي للعمالة المنزلية في باقات كثيرة منافسة تبدأ أسعارها من 550 درهم توفر التأمين الصحي المتوافق مع القانون لجميع أفراد المجتمع المرحلة الثالثة تنتهي في 30 يونيو يعني قبل نهاية الشهر هذا يجب على الأفراد هاي لكلهم أنهم يكونون ملتزمين بالتأمين الصحي إلا أن الغرامات على الأفراد لا تبدأ إلا بعد ذلك لأن في فترة سماح لتعديل الأوراض الأوضاع عفوا إلا أن نهيب بالجميع وننصح الجميع بسرعة الحصول على التأمين الصحي لحماية أنفسهم وأسرهم ومكفوليهم جميل عبدالعزيز كان يتحدث كفالة على الشركة خاصة لدي زوجة ولدين وزوجة بالنسبة للولادة هاي نقطة مهمة التأمين الصحي يغطي المخاطر الصحية المستقبلية وبالتالي لما تشتري الباقة إذا كانت الزوجة بعدها مش حامل فهو رح يغطيها لإحتمالات الحملة المستقبلية لكن إذا كانت حامل حاليا فالتأمين ما رح يغطيها للولادة هاي لكن يغطيها للولادة المستقبلية لو كان الأخ هذا اشترى التأمين لزوجته قبل ما تحمل كان بالتأكيد التأمين غطاها ويمكن احنا نشوف حتى من شركات والأفراد اللي هم في المرحلة الثالثة يعني اللي مفروض أنهم يأمنون على نهاية الشهر حوالي 40% منهم already عندهم تأمين وشارين التأمين ووعين بأهمية التأمين الصحي وبالتالي حموا أنفسهم وأفراد أسرتهم ومكفوليهم بتوفير التأمين الصحي لهم طيب دكتور بالنسبة لمعاق محمد عنده ولد معاق 11 سنة نعم بالنسبة للإعاقة طبعا الباقة الأساسية للتأمين الصحي أو أي باقة يشتريها لها تغطي الاحتياجات الصحية الرئيسية بالنسبة له لا تغطي الاحتياجات المتعلقة بالإعاقة يمكن في بعض العلاجات المتخصصة المطلوبة المتعلقة بحالة الإعاقة حاليا نتكلم عن التغطية الصحية الأساسية اللي شركات التأمين ملزمة أن نتوفرها له بغض النظر عن وجود إعاقة أو عدمه يعني طفل عمره 11 سنة سواء معاق أو غير معاق ما يغير أي شيء في حقية حصوله على التأمين الصحي وضرورة توفير شركة التأمين له طيب دكتور الآن يعني في أم محمد يعني ما أدريش هو يقول عن المسج لكن هي أنا بترك تعليقي خلوا تأمين على العامل ليش علينا نحن شو ذنبنا إذا شردت العامل أو العامل نحن نزداد خسائر كل شيء علينا ما شيء لنا قارصر نخليه في البيت ونطلع برا خلوا شيء على العامل عشان شوي يحسون هذا يعني مسج كانت تتكلم فيه أنا ما أعتقد متعلق دكتور أعتقد الحماية هنا مثل ما هي للعامل كذلك هي لرب الأسرة لأن باتر الخادمة هاي إذا دخلت أي مستشفى ومحتاجة عملية أو شيء فأم محمد أم محمد بتكون مطالبة لأن قانونا الكفيل هو المسؤول عن العلاج يعني الحين لو ترجع إلى القانون التحادي أو القانون المحلي واضح مسؤولية الكفيل عن العلاج وبالتالي إذا دخلت الخادمة أو العامل هذا سواء إلى مستشفى حكومي أو مستشفى خاص الكفيل يجب أن يتحمل الفاتورة الكاملة للعلاج فما أدري محمد تبدأ تدفع الفاتورة كاملة أو تبدأ تدفع 500 أو تدفع 600 درهم على حسب الباقة هل قانون التأمين الصحي للخادمة ينطبق على الأرامل والمطلقات كذلك؟ هو المتعلق بالخادمة نفسها وكفيلها وبالتالي المسؤولية على الكفيل بغض النظر عن وضع الاجتماعي السلام عليكم ممكن إعادة أسماء الشركات التسعة من عيدة دكتور إن شاء الله وأيضا خلنا ناخذ من معانا بوزايد تفضل بوزايد السلام عليكم بس بسمحت عندي استثار صراحة بوضعكم جدا مهم بخصوص يعني مجرد اقتراحة ولا ومش يقص من شيء إذا الموضوع التامين الصحي يعني جدا مهم ليش ما يحنا ليش يجزمون نحنا نطلع بطاقة الصحية من طب الوقاية مثلا بخصوصة أنا أنا مثلا عندي شركات وعندي يخدم طبعا أي ليش يجبروننا نطلع بطاقة الصحية يجبروني خلاص نطلع بطاقة تامينه بالتعاون يعني في مجرد اقتراحة يعني هذا الشيء سامحني ولا نقص شيء يعني يكون مثلا التامين الصحي مثلا هو وزارة الصحية تاخذ نسبة منه ولا شوية ثانية يتحول لتامين الصحية تظل بطاقة صحية تامينين شو رسعيني دكتور تريعال فيها ذي مسلسل حكومي أو خاص وغض النظر يعني لأنه سامحنا على الكلام بطاقة الصحية بطاقة الصحية حاليا يعني لو بتروح يتعالج سعيم وذي مسلسل حكومي بقات يترى جميع اللي عول بيدافونك ويدافونك نزيل واضح دكتور ولا توليك السرسر من شيء بس لو في اجابة بخصوص للتامينات السيارات يعني عندي استفسار بس يعني التامين السيارة نحن ما يخسرنا الحين نتكلم على التامين الصحية يعني ما بايز بالدكتور طبعا بس يعني إذا في مجال نحن يقدر جاول حيث في هالي موضع بخصوص تامينات السيارات مثل ما تفضل الاخ حتى لو الشخص عند البطاقة يعني لو في عملية او كذا يدفع جزء كبير من تكلفة العملية مثل ما تفضل تماما باقة التامين الصحي تغنيه عن البطاقة هاي ما يحتاج لها يقدر بالباقة هذي يحصل على الخدمات الصحية للعامل او المستفيد طيب اه ناخذ محمد وعاطني عقوب خلني بس اقرأ كم مسج ونذكر باسماء الشركات التسعة تفضل محمد واختصر لي الله يخليك سامحنا انا شوي بضغط عليكم على المنسلة لا ماذا مشكلة ان شاء الله بس اول شي بخصوص تامين هذا العمالة المنزلية ممتاز صراحة وفوق سؤالي طال عمرك بخصوص اللي هو تامين سعادة اللي بخصوص انه في بعض العيادات يعني تشملني سعادة بالتامين مثل انا يعني متعود دائما انا سير في عيادة يعني اللي هي للأسنان خاصة من قبل التامين وما زلت عليها ومشكلة ان التامين ما يغطيها انا اقول مفروض يعني في السنة 3000 للأسنان مفروض اي عيادة تسير له من دام عندك ضمان يمشي بيها واضح ازاك الله خير اول شي مبروك دكتور كملتوا السنة في سعادة كملنا اليوم 2-6 الحمدلله سنة في برنامج سعادة وفي نفس اليوم الحمدلله وصل عدد المستفيدين من البرنامج الى 100000 شخص ما شاء الله ايكم ما شاء الله مصادفة طيبة على طاري محمد كان يتكلم على عيادات الأسنان بالنسبة للعيادات الأسنان او او اي عيادة يرغب الشخص في اضافته للبرنامج في اجراءات لإضافة العيادة ممكن الشخص يكلمنا او العيادة طبعا نفسها تقدم الى ادارة البرنامج طلب الانضمام للبرنامج وتلتزم بالضوابط كلها واكيد تدخل البرنامج بالنسبة للضمان الصحي للزوجة والاطفال هل هو الزامي ام لا واما عن الغرامة المالية هل سوف تطبق هذا ذكرنا تفضل دكتور نعم ردينا عليه مثل ما قلنا طبعا الزامي لجميع المقيمين في امارة دبي والغرامة بالنسبة للأفراد لا تطبق سلام عليكم انا عندي تامين وزوجتي كمان وهي حامل وعملت تامين قبل الحمل وقالوا لي ان التامين لا يشمل الحمل والولادة رديت على هذا الموضوع انت الدكتور من شوية واذا كانت شركة التامين رفضت انها تغطي الحمل يتواصل معانا واحنا تكفل جميل كفيلي اجبرني على دفع التامين مراتب الشهري قانون الضمان الصحي صراحة بين عدم جواز استقطاع تكلفة التامين مراتب العامل وهي مخالفة قانونية يرجع لقانون الضمان الصحي واضحة جدا المخالفة هاي فيها يتواصل معانا او ينبه كفيلا يمكن بالغلط لانه في عليه غرامة نتيجة حتى لو ترجع للرسوم والغرامات في غرامة على الكفيل اذا اخذ من العامل جميل اذا يبلغ عليه دكتور بس نذكر باسماء الشركات التسع وكيفية التواصل معاهم نعم طبعا هيئة الصحة بدبي عملت عملية فلترا وإفاليويشن بالنسبة للشركات اللي يتقدم الباقة الاساسية في امارة دبي وثبتت تكلفة الباقة بالتعاون مع الشركات هاي التسع شركات اللي يتوفر التأمين الصحي بالنسبة لفئة الافراد اللي يقل دخلهم عن 4000 درهم هي شركة اكسا شركة تكافل للامارات دار التكافل ارب اورينت راس الخيم للتأمين طمان عمان للتأمين متلايف اليكو والشركة الوطنية للتأمين ان جي اي اي وحدة من التسع شركات هاي مطالبة انها توفر التأمين الصحي لأي شخص يقل دخل عن 4000 درهم ليس من حق الشركة ان ترفض بيع الباقة الاساسية لأي شخص مهما كان عمره مهما كانت حالة الاقتصادية دامنا راتبة اقل من 4000 درهم فهي ملزمة قانونا وانها توفر للتأمين بالمبلغ اللي تم الاعتماد عليه الاتفاق عليه مع الهيئة اللي هو يتراوح ما بين 550 الى 700 الاختلاف طبعا كل شركة من هالشركات عرضت على الهيئة بعض المزايا الاضافية فمثلا اللي حاط مبلغ اعلى ممكنه وفر له مثلا التغطية في بلد الام او وفر له لمدة اعلى لكن تتراوح الباقة الاساسية لان في نهاية دبي سوق مفتوح وهي عملية تنافسية تتوفر الباقة ما بين 550 الى 700 درهم ناخذ محمد عنا دقيقتين محمد اختصر بمحمد بغيت اسهل كم نسبة العلاج كم نسبة العلاج نسبة العلاج اي مرض يعني عشرة عشرين كم بالامية يعني طيب واضح شكرا نسبة العلاج دكتور وهل هي بتوفرة في كل المستشفيات بعد ولا طبعا الباقة الاساسية متوفرة في مجموعة من المستشفيات اهم نقطة فيها انها تكون بطريقة جغرافية متوازنة يعني تغطي جميع انحاء امارة دبي كل الباقات هاي على الاقل تغطي في عدد كافي من المستشفيات عدد كافي من العيادات طبعا نسبة الاستقطاع لازم تكون على الاقل عشرين في المية لكن في بعض الباقات فيها كذلك اقل الاستقطاع هذا العشرين في المية فقط في زيارة العيادات الخارجية يعني مثلا لو فرضنا زيارة الطبيب خمسين درهم فرح يدفع العامل عشر دراهم فقط اللي هو العشرين في المية لكن في حالة الدخول الى المستشفى فالاستقطاع يقف عنده خمسمية درهم يعني لو فرضنا ان العامل اليوم او الشخص محتاج عملية جيمته خمسين الف درهم او دخل الى القسم العناية المركزة او العناية القلبية ووصلت فاتورته الى امية الف يدفع فقط الخمسمية درهم الاستقطاع يقف عنده خمسمية درهم ويحمي العامل ويحمي كذلك صاحب العمل جميل انا كنت بس الدكتور يعني اذا كان كان المبلغ اكثر من قيمة الاستقطاع هذا هل الملزوم في الكفيل يدفعه ولا العامل هو قانونا على العامل على العامل نعم نسبة المشاركة في العلاج على الشخص المستفيد وليست على صاحب العمل صاحب العمل التزام القانوني انه يشتريه للباقة ومن ثم عملية الاستهلاك ترجع للشخص المستفيد من الباقة جميل باقلنا دقيقة دكتور بس اخذ هذا المسج الاخير باقي على انتهاء الفيزا خمسة شهور للخدمة هل يشمل هذا الضمان وايضا دكتور سؤال يعني بعطيك مجال انك انت تقول اللي تبغي تقوله طبعا احنا مثل ما ذكرنا هو الالتزام القانوني موجود الاختيار للشخص اذا حاب انه طبعا يشتري التأمين فهو يحمي نفسه ويحمي العامل لكن غرامات ما رح تكون الا الى نهاية العام اعتقد وعي المجتمعات باهمية الصحة للجميع واهمية توفر تأمين الصحي هي عملية النمو يعني شفنا كذلك الامارة بوضبي لما طبقت قانون تأمين الصحي الالزامي وكذلك جميع افراد المجتمع في الامارة بدأوا طبعا في البداية بالتأكيد محتاجين احنا لزيادة الوعي لكن نشوف اليوم العمرية مستقرة تماما جميع فئات العمالة في الامارة حاصلين على التأمين الصحي والجميع محمي كذلك احنا في امارة الدبي مع قانون الضمان الصحي اتجاهنا الاتجاه هذا اللي هم متأكدين انه في الدرجة الاولى لحماية افراد المجتمع سواء كانوا اصحاب عمل او كفلاء او مكفولين او موظفين طبعا بالتأكيد هناك مراحل كثيرة لزيادة الوعي بالضمان الصحي راح نكون على تواصل مستمر مع المجتمع احنا هنا موجودين لحماية افراد المجتمع اي اسئلة اي مشاكل على طول يتم التواصل معانا ان شاء الله تعالى طبعا الدكتور اليوم انت دوامك ويانا نحن ما نطلع من الستوديو رايحين على العيادة الذكية في هايزة صحفة دبي اللي يبغي تواصل معانا عبر قنوات التواصل الاجتماعي DHA underscore Dubai على حساباتنا في تويتر وانستجرام وايضا عن طريق البرسكوب بالصوت والصورة ممكن انه يشارك ويسأل الاسئلة اللي يبغيها DHA underscore Dubai اللي مم سولنا فولو سولنا فولو وايضا بعد الدكتور بيكون موجود معانا ساعة كاملة بعد الحلقة عموما دكتور حيدر اليوسف شاكر لك تواجدك معانا شاكر لك صدرك الرحب وسرعة استجابتك وايضا ردك على هذه الاستفسارات نتمنى انكم قدمنا حلقة مفيدة للجمهور شكرا جزيلا لك دكتور وبالتوفيق وايضا شكر لمخرجنا نمر محمد عبدو في التنسيق معانا ايضا اشواق ما قصرت وهذه تحياتي محدثكم احمود يوسف العلي ابتسمي ابتسامة جميلة اشواق مبتي هذه النص ابتسامة لاننا نحن صحة وسعادة فعشان شي نقول للمستمعين نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد القادم نتمنى اجازة سعيدة ونتمنى ان الابتسامتكم ورسومة دايما على وجوهكم في الختام نقولكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي